اشتركوا في القناة لافتان لما يحمله القرار من أبعاد إنسانية واقتصادية مؤكدا ضرورة تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة المهنية تعزيزا لبيئة العمل المنتجة الآمنة الخالية من الحوادث المهنية موضحا أن فرق التفتيش التابع للوزارة ستباشر زيارات مواقع العمل والتي تنطبق عليها شروط حظر العمل وقت الظاهرة هذا واستكملت وزارة العمل استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الذي يبدأ سريانه اعتبارا من يوم غدال اثنين وذلك من خلال إقامة العديد من الورش التثقيفية وتعميم المواد الأرشادية للعمال بشأن مخاطر الإجهاد الحراري والتعرض لأشعة الشمس وقت الظاهرة بمختلف اللغات ترجمة نانسي قنقر